مدرب البرتغالي أرتور جورج توفي اليوم مدرب عدة أندية باريسان جيرما درب هنا في العاصمة مع مولودية العاصمة درب في السعودية الهلال والنصر ولكن أكثر واحد يتذكره هو نادي بورتو وأكثر واحد يتذكره هو رابح ماجر تعرفون بأنه فاز بنهاية أوروبا 87 رابح ماجر ربح الكأس الأوروبية مع هذا المدرب أرتور جورج وكان رابح ماجر في تصريحات سابقة قال كان علينا ضغط كبير أمام الباييرن في النهائي لكن التركيز وجدية اللاعبين قال الكلمة الأخيرة لو لاحظتم في الشوط الأول أمام الباييرن بورتو كان يلعب بخمسة في الوسط وهذا خوفا من المنافس أي خمس لاعبين في الوسط وفوتري لعب فوتري المشهور طبعا فيه الوجوب في الشوط الثاني قام المدرب أرتور جورج الذي توفي اليوم بتغييرات تعرفون الشوط الثاني هو الشوط المدربين بعد دخول فراسكو وجواريو البرازيلي حيث تغير مصير المباراة وأصبحت أكثر هجوما ما جعلنا نهدد الباييرن وجاء الهدف الأول والثاني وفزنا وكان الفوز التاريخي وكان الفوز التاريخي وكان الهدف بالعقب من طرف ربح ماجر وظل بصمة لتاريخ للجميع